أربعة عقود منذ ثورة الخميني والشيطان الأكبر هو المصطلح الذي يطلقه نظام إيران على الإدارة الأمريكية والأخيرة تجدد مع كل إدارة جديدة سياسة العداء لطهران تتأزم العلاقات وتسخن حدة التهديدات بين الجانبين في ساحة الشرق الأوسط حتى تسمع طبول الحرب تدق وفي النهاية لا تسفر شعارات الحرب عن صافرة بداية المعركة لا عداء حقيقيا ينم في الخفاء ولا صداقة حقيقية تظهر في العلن لا سلم ولا حرب لا غالب ولا مغلوب وعلى مدى سنين المناكفات هذه تخرب بلدان وتسقط مدن أفغانستان العراق سوريا لبنان اليمن وجنطن تمهد طريق الخراب إلى هذه البلدان وإيران تخط فوقه مشروعها التوسعي في عهدي بوش الأب وكلينتون تمكنت إيران من مد نفوذها في جارتها الآسيوية وفي عهد بوش الأب حققت إيران أكبر مكسب استراتيجي عندما أصبح العراق بأكمله رهن سياساتها جاء أوباما ورياح الثورات العربية وصلت العراق باحثة عن فرصة لاقتلاع الوجود الإيراني فظهر التحالف الإيراني الأمريكي في أوضح صورة عندما شارك الطرفان في تدمير محافظات غربي العراق تذرعا بمحاربة تنظيم الدولة فصارت ميليشيات الحجد التابعة لإيران أقوى ذراع يهيمن على المنظومة الشكلية الحاكمة هذه السياسة الأمريكية جاه إيران تؤكد أن تبدل الإدارات الأمريكية لن يؤثر في الاستراتيجية الثابتة التي تقيم العلاقات مع إيران على أساس العداء الظاهري ليس أكثر فبالجديد الذي يمكن أن تحدثه إدارة ترامب طالما أن الفكرة الأمريكية قائمة على إبقاء إيران ورقة رابحة في ميدان المساومات وصناعة الحروب ولا بأس من طي هذه الورقة في بعض الأحيان لكن شريطة عدم إحراقها بشكل نهائي ترجمة نانسي قنقر